متابعي قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة جاي لكم النهاردة موقع ممكن يكون فيه كتير من المتابعين ما سمعوش عنه قبل كده لكن الموقع ده ممتاز ده أي حد عايز يتعرف على الأدوات الجديدة عايز يعرف الأدوات المجانية عايز يعرف الأدوات الخاصة بإنشاء الفيديو أو بإنشاء الصورة إيه المجاني وإلي فيه خصة مجانية وإيه المدفوع النهاردة هكلمكم عن موقع top.ai.tools وهقول لكم إزاي تتعاملوا معاه الموقع إن شاء الله حطوله في الرابط أسفل الفيديو يلا بينا نتكلم عن موقع النهاردة ونشوف إزاي نستخدمه ورجعنا لكم مرة تانية علشان نتكلم عن موقع top.ai.tools الموقع الرائع اللي ممكن تدور فيه على أي أداب الذكاء الاصطناعي لأي استخدام أنت عايزوه. الوجهة بتاعة الموقع سهلة جدا ممكن تروح تعمل إكسبلور لكل الإيه آي تولز الموجودة الإيه آي يوس كيسز إزاي تقدر أنت تستخدم هذه الأدوات فبيديك يوس كيسز أمثلة أو إكزامبلز الفري إيه آي تولز، الأوبن سورس إيه آي تولز والأول إيه آي كاتيجوريز كل الفئات دي التأسيمة العامة. لو أنت عندك أداة انت عارف اسمها وعايز تدور عليها بتروح تحط هنا في السيرش بار اسم هذه الأداة وتدور عليها. هنا الأول إي آي كاتيجوريز ده اللي أنا حضغط عليه حيديه كل الفئات. هنا عندك الإي آي أسيستنت المساعدين بالذكاء الاصطناعي شاة جي بي تي كلاود جيميناي. عندك بالنسبة للكونتن تكرييشن أيضا أدوات ذكاء الاصطناعي خاصة بالكونتن تكرييشن الامج جينريشن، توليد الصورة، الداتا أناليسز، الأوتوميشن هو مقسمها بهذه الطريقة لو أنت اخترت الإي آي كاتيجوريز وبيقولك أنت عندك 121 إي آي كاتيجوريز ويزن إي آي تولز دايريكتوري تخيل أنت كده عندك كأنها موسوعة الذكاء الاصطناعي موجودة في موقع واحد حتى في في الإيديوكيشن وفي الماركتينج وفي الهيلز وفي الفاينانس المالية وفي الإي كوميرس كل حاجة أنت عايزها من هذه الأدوات موجودة سواء كانت بقى مجانية بيأخطة مجانية بيأخطة مدفوعة نرجع نبص مرة تانية على تأسيمة أخرى واروح أبص على مثلاً هروح للفري آي تولز بما أن احنا دايماً بنركز على الفري عندنا على القناة هتلاقي الفري آي تولز وهنا في الفري آي تولز في أدوات مختلفة لو نزلنا كده هنلاقي ان احنا ممكن كمان ندور في الفري آي تولز بالكاتجوري يعني بالفئات نفسها يعني سي مثلاً لو احنا بندور على حاجة متعلقة بالاي آي ايميج جينيريشن هدوس على اي آي ايميج جينيريشن هيديني كل الأدوات مية وعشرة أداية بالذكاء الاصطناعي مجانية او بيها خطة مجانية عشان برضو في بعضهم بيكتب فري وبص يلاقي برضو بعد فترة لا لازم ادفع عشان احصل على الصورة ولكن هو كاتب انها فري تماماً وحرجع اقول لك فيش حاجة اسمها فري تماماً وده اللي انا اكتشفته يعني بخش لان في البعض مش بيكون فري تماماً معادة ايميج جي اف اكس طبعاً احنا عارفين ايميج جي اف اكس وهو فعلاً مجاني تماماً وفي بعض المواقع الاخرى فبتقدر ان انت تدور في الاميج جينيريشن على الموقع اللي انت عايزه نفترض مثلاً في موقع من المواقع انت عايز تعرف الموقع ده مثلاً بيتكلم عن ايه فنروح لموقع زي الموقع ده هنا الموقع ده بيقولك اه بيعمل هنا بيديك بقى فكرة عن الموقع قبل ما تروح للموقع نفسه يعني انت هنا بتبقى visit website وهنا بيقولك الموقع ده ايه هو بالزبط بيعمل ايه ده ايميج جينيريتور بيعمل ايه بالزبط وبيقولك كمان حاجة صراحة في منتهى الجميل يعني انا دستك كده على بتاعة الموقع ده انا ممكن استخدم الموقع ده في ايه يعني هو مش مجرد بيقولك خش على الموقع ده الموقع مجاني ولا لأ لانت بتقدر تتعرف لان انت بدل ما تروح تضيع وقتك جوا الموقع ممكن يكون الموقع ده مش الموقع اللي انت عايزه فبالتالي لما تقرأ عن الموقع وتشوف اليوز كيسز كمان ممكن اليوز كيسز تلهمك انت ممكن تستخدم الموقع ده في ايه فدي من الحاجات الجميلة جدا اللي عجباني في موقع توب اي دوت تولز اللي فعلا اكتشافه كان رائع بالنسبة في موقع تانية بتقدم نفس الكونسبت او نفس الفكرة بيحط فيها كل ادوات الاي اي تولز لكن الموقع ده مميز جدا زي ما انتم شايفين عجبك الموقع بتبتدي تروح تدوس على فيزت ويبسايت بيوديك على الموقع مباشرة هرجع مرة تانية ابوص ايه موجود داخل توب اي اي دوت تولز هنا بالنسبة لل اي اي يوز كيسز لو انا دوست على اي اي يوز كيسز هنا بيقولك بالنسبة للبيزنس بالنسبة ليك بشكل شخصي بالنسبة للديجيتال تعال كده نشوف بالنسبة لي البرسونل في البرسونل ممكن يديك اي اي تولز خاصة به الهيلث بالمينتال والبيينج بالجول ستنج تحط خطط معينة وتنفذها للليرنينج للهوبز لو رحنا للديجيتال هيديك اي اي تول يوز كيسز تستخدمها للإيميل مانجمنت للفايل مانجمنت انت قاعد دلوقتي قاعد بتدور على اداء الاداة دي تستخدمها علشان مثلا عملية تحسين مثلا الارتكل بتاعتك في مواقع البحثة انت واحد بتكتب كونتنت وعايز مثلا حاجة لها علاقة بالاسي او يبقى انا اروح للاسي او ابتمايزيشن لما ادوس على اسي او ابتمايزيشن هلاقي فيه ادوات خاصة بالاسي او ابتمايزيشن وبالتالي دي ميزة رائعة في هذا الموقع نرجع مرة تانية نبص على الجاست لاندد جاست لاندد اللي لسه حالا بالوقت نازل ولسه الموقع منزله عنده وبالتالي هي حاجات جديدة بتلاقي جنبها free فمثلا حدوس على هذا الموقع اللي بيعمل repair repair ليه؟ repair مش للصورة ده free online video repair بيعمل repair وتحسين للفيديو وبالتالي حبتدي اقرأ عنه او الموقع عجبني حبتدي ان انا اروح اعمل visit website واروح اشوف هذا الموقع موقع زي ده اهو free online video repair ترفع الفيديو عشان تحسن الفيديو وبيقولك الفورمات اللي تستخدمها على الموقع عندك كمان الopen source AI tools لو دخلنا على الopen source AI tools حيديك كل الادوات اللي انت ممكن تحملها عندك على الجهاز او تستخدمها locally عندك على الجهاز منها magi1 اللي تكلمت عنه من قبل وايضا عندك open AI codex CLI وعندك ايضا مواقع تانية كتير تقدر ان انت لو مواقع مثلا اول مرة تسمع عنها بتقدر منتها البساطة تدوس مثلا عليها بالمنظر ده تقدر ان انت تقرأ النموذج ده او الادا دي تعمل ايه بالزبط اليوز كيسز وحرجع اقول اليوز كيسز دي مهمة جدا 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 لان هي بتخليك تستخدم الاداة بالشكل اللي هي مصممة عشانه فمن المهم جدا ان انت تبص على اليوز كيسز والابليكيشن بتاعت كل موقع ده بالنسبة لي الopen sources اللي ناس كتير جدا بتسأل عليه وبتدور عليه فيه كمان AI browser extensions extensions اللي بتتحط معه البروزر سواء كان كروم سواء كان اوبرا على حسب طبعا البراوزر اللي انت بتستخدمه اللي بتدور على AI mobile applications التطبيقات الخاصة بالموبايل ايضا هتلاقي AI mobile applications وهكذا يبقى اذا هذا الموقع الرائع من الموقع اللي انا بعتبرها كينز حاول تستفيد منه تدور بشكل مدروس مش بدور وخلاص على اي AI tools او بدور على مثلا AI tools بتاعمل صورة او فيديو اقرأ الهدف من الموقع شوف ال use cases ممكن تستخدمه فيه عشان يطلع لك شغل حلو واتمانا تكونوا تستفيدوا من اللي احنا بنقدمه بحاول قدر امكان اقدم لكم كل مفيد وكل جديد بيقابني في مجال ادوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي فأتمنى تخلوش علينا باللايك والشير والكممنت لو كنتم متابعين الأعزاء ولو كنتم بتشوفنا الأول مرة أتمنى تاخد كده فكرة عن القناة وإن شاء الله بإذن الله أوعدك أن أنت حتى استفيد حتى استفيد فما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته